وزارة الدفاع الهولندي أنها سترسل ما يصل إلى 150 جنديا هولنديا إلى قليم كردستان للمساهمة في حماية أمن مطار أربيل الدولي وذكرت وزارة الدفاع على موقعها الكتروني أنه بعد تدريب القوات المسلحة الكردية تتحول مهمة التحالف الدولي ضد داعش إلى التقديم المشورة إلى السلطات في قليم كردستان مشيرة إلى أن هذه المهمة ستكون بقيادة هولندا اعتبارا من العام المقبل ومن المتوقع يصل أول جندي هولندي إلى قليم كردستان مطلع كانون الثاني يناير المقبل حسب ما أفادت وزارة الدفاع والتي أضافت أن قواتها ستعمل إلى جانب القوات الأمريكية على حماية الأفراد والمعدات في مطار أربيل في إطار التحالف الدولي اشتركوا في القناة